في الحقيقة أخبار نادي الأهل كتير برضو شوية يعني عندنا الأهل بيقرر عودة الثلاثي المعار الثلاثي المعار إلى أندية الدور الممتاز ندفد وبكهم ورز ندفد كان معار للنادي دجلة بكهم لنادي حرس الحدود على ما أعتقد وأيضا محمد رز معار لنادي طلاعي الجيش ورجعوا الثلاثة ونادي الأهل يقرر نهما الثلاثة يرجعوا أو إنهاء عارتهم وقيدهم في النادي الأهل بس على الله ما طلعش حد فيه معارة يعني هو طبعا النادي الأهلي والزمالك عندهم تخمة كبيرة جدا في القيد ولا زي كده أنا سألت المشاركة أحمد مرتل منصور إن النادي الزمالك ينضع عدد القائمة أو عدد اللعيب اللي موجودين في النادي الزمالك حاليا 35 أعتقد في النادي الأهلي برضو هذا العدد قريب منه أو يزيد أو يقل شوية في النادي الأهلي فحيلاقهم مشكلة كبيرة جدا جدا في القيد لكن التلاتة لعيبة كويس يعني